موعدنا اليوم مع مراجعة احداث واهم انتاجات السينما الكورية فيلم باراسايد ودي جزات اللي بيتابع اخبار السينما من على انترنت اكسبلورر احداث فيلم باراسايد بتدور في الزمن المعاصر في كوريا الجنوبية عائلة كيم بتعيش في حالة فقر شديد وبتعاني من البطالة لغاية لما في يوم من الايام بتيجي للابن فرصة عمل مميزة مطلوب منه بس انه يقول كتبة صغيرة عشان يكسب ثقة عائلة بارك ويبقى مدرس اللغة الانجليزية بتاع بنتهم بمجرد لما بيتوظف بيشوف فرصة اكبر ممكن تفيد عائلته كلها ومع مرور الوقت الاكاذيب بتكبر وبتكتر والامور بتخرج خارج نطاق السيطرة فيا ترى ايه اللي حيحصل باراسايد هو اول فيلم كوري يكسب جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان وكذلك اول فيلم كوري يكسب جائزة الاوسكر لافضل فيلم عالمي دي كانت المرة الاولى من سنة 2013 ان الفيلم اللي بيكسب الجائزة الكبرى في مهرجان كان بيحصل على جميع اصوات لجنة التحكيم والمرة الاولى في تاريخ الاوسكرز ان الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى لافضل فيلم يكون غير ناطق باللغة الانجليزية والسؤال المنطقي في المرحلة دي هو هو الفيلم ده فيه ايه مميز اوي كده السبب الاساسي اللي بيخلي الفيلم ده مميز جدا هو ان حضراتكم لما تتفرجوا عليه هتحسوا انه مش مميز ولا حاجة ممكن نتفرج عليه بمستوى انتباه طبيعي جدا ككوميديا سوداء او حتى كدراما وحنحس برضى عام عن القصة وعن الطبقات الواضحة من الموضوع اللي الفيلم بيتناولوا ونتكل على الله بس لو تعمقنا شوية صغيرة اعتقد ان احنا هنقدر التعليق الحاد اللي الفيلم بيقدمه للشكل المعاصر للطبقات الاقتصادية والاجتماعية واضن كمان ان احنا ممكن نندهش لقد ايه التعليق ده مناسب جدا لأي مجتمع في اي حتة في الدنيا ولو تعمقنا شوية كمان اضن ان احنا هنقدر الابداع والشجاعة في التلاعب بتنوعات الصورة والاقاع لو حاسس ان هو ده الصح اعمله ده الدرس اللي بيقدمه بونج جون هو لأي صنع افلام من خلال باراسايت ما تكتفش نفسك بقيود التناسق والتناغم قلب ما بين الهدوء والصخب ما بين الواسع والديق ما بين العملي والرمزي ما بين المتحفظ والعنيف ما بين المضحك والمحزن وان كانت دي المشكلة الوحيدة اللي موجودة عندي مع الفيلم قلب ما بين كل حاجة واي حاجة طالما انك فاكر انت بتحكي انهي قصة وبتنقل انهي صورة ولو تعمقنا شوية كمان لازم نقدر تعدد الابعاد للقصة والصورة دول الفيلم مش متحيز لاي طرف على حساب الاخر يعتبر منصة عادلة جدا للتفكير والمناقشة حسيت ان الفيلم بيستوعب اي فكرة ممكن تكون خطرة على بالي انا شخصيا في موضوع الطبقات الاجتماعية وكتير من الافكار دي بيتناقض اصلا لاننا في الاساس يعني بني قدمين وافكارنا بتتغير وفي النقطة دي بالتحديد انا عن نفسي بدأت افهم ليه فيلم بارسايت فعلا فيلم استثنائي في اي تعبير فني في الدنيا في درجة معينة لتناول الواقع بالتناسب مع اسلوب التعبير والانفصال عن الواقع دايما بيحسب كنقطة سلبية على الجودة انت ممكن تكون بتقدم فيلم ابطال خارقين باكشن لا يتوقف عدد كبير من عناصر الخيال بس ده لا يعني انك بتقدم عمل غير واقعي انت فقط بتتناول الواقع باسلوب غير مباشر والحقيقة الاسلوب يعتبر عامل رئيسي في تعريف جودة الفن لذلك في الوصول لاقصى درجات الواقعية باتباع اكتر اسلوب مباشر في الدنيا بيقدم لنا في النهاية منتجات بدون طعم ده التحدي اللي فيلم باراسايت قبله ونجح فيه بشكل مبهر لان منتجنا الدرامي مباشر ومعاصر وواقعي جدا في تصوير ومنقش التأثير العالم الجديد على الطبقات الاجتماعية ولكنه قدر برضو يحتفظ بالمساحة الكافية اللي تم استثمرها في التوقيت المناسب عشان صانعه يعبر عن منظوره باسلوب فني وممتع والسرف ده هو قد ايه المنظور ده كان معقد الفيلم ده صعب قوي نختصره في جملة او تصريح مش اللي هو انظام الفقر بيعانه والاغنية ما عندهمش فكرة هو صراحة بيرسم صورة واضحة جدا لقد ايه العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة اتجنن والصورة دي فيها من الجمال وفيها من الصدمة اللي يخلي المشاهد يضحك ويتقهر في نفس اللحظة فيلم باراسايت متفوق بشدة في كل العناصر السينمائية الممكنة ما تتخدعوش بقد ايه ممكن يبان محدود وخامل في البداية فيه ابداعات فنية وتقنية عملاقة حتكون في انتظاركم الفيلم رائع جدا على مستوى التصوير والمنتاج وكمان على مستوى التمثيل رغم ان ده تم تجاهله تماما في موسم الجوائز والحقيقة هو ده اكتر نوع تمثيل انا شخصيا بستمتع به النوع اللي بيديك انطباع ان انت بس اللي فاهم الشخصية دي بالذات في اللحظات اللي الشخصيات بتقدم فيها على اكثر التصرفات الغريبة اللي في الدنيا اللي مع ذلك بتبان ليك انت زي ما تكون مألوفة ومنطقية جدا بتبتدي تشوف نفسك في واحدة من الشخصيات رغم ان عقلك مصمم انه ينكر ده ومش لان الشخصية قبيحة او ان تصويرها مش دقيق هو الحقيقة اكتر حاجة بترعبك هو مدى الدقة في تصوير الشخصية اداء المفضل في الفيلم كله هو دور الاب في عائلة كيم وده لاني تواصلت معاه جدا وحسيت من البداية اني فاهم هو بيفكر ازاي وحاسس بايه وده على الرغم من ان ادق الاوصاف اللي ممكن مطلقها على الشخصية هي قد ايه هو قانع وهادي ومتواضع وعلى الرغم من ان اسلوب الاداء نفسه فيه نفس القدر من الهدوء والتواضع والقناعة بس صعب قوي ما تلاحظش ان تحت السطح ده ضروري فيه حاجة بتتحرك مشكلتي الوحيدة مع الاداءات التمثيلية هي زي ما قلت من شوية كده بعد اللحظات الكوميدية حسيت انها في بعض الاحيان مش ضرورية خالص وموجودة بس عشان تنقل بعض اللحظات السوداء لكوميديا سوداء لازم تتفرجوا على باراسايت يا جماعة ده لو ما كنتوش شفتوه بالفعل يعني ما تحسوش بتهديد من انه فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية او انه بيتناول ثقافة مختلفة او من اكثر الاوصاف اللي ممكن يتوصف بيها اي فيلم في الدنيا تضليلا وهي انه فيلم مهرجنات ما دنش ان فيه اي فيلم في 2019 ممكن يكون شخصي بالنسبة لنا اكتر من الفيلم ده تقييمي لفيلم باراسايت هو 9 من 10 فبجانب تحفظاتي على بعض النغمات الكوميدية مقدرش اقول اني حبيت النهاية اوي مناقشة الحلقة ما هو فيلمكم الاسيوي المفضل اللي ممكن تنصحوا بيه اي حد عاوز يدوس اكتر في المدرسة دي لو عجبوا فيلم باراسايت ياريت تساهموا باقتراحتكم في الكومنتز ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي